شكراً لكم في موقع مصراوي يعني الإعلان عن الزيادات الجديدة التي طرأت على أسعار يعني أسوانات البتجاز سواء للاستخدام المنزلي أم أو لاستخدام التجاري احنا عايزين هنتكلم بشكل تفصيلي لأنه هذا الموضوع في أكتر من طرف وفي تساؤلات تبكي أنه في بعض المعلومات الغير صحيحة والمغلوطة اللي بيتم تدولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة واللي هي بتتساءل هل هناك يعني في حالة تنسيق أو تقارب بين الإعلان عن زيادة أسعار يعني الغاز البتجاز أو أسوانات البتجاز وبين وقف تخفيف الأحمال قصة تخفيف الأحمال آخر التطورات فيها كله ده يعني هاو فيه كومبي بمنتاج شهفية والوضوح خلينا نبدأ باستوانت البتجاز استوانت البتجاز المنزلي كانت يتم بيعها لإستخدام المنزل اللي هي بتزن اتناشر ونص كيلو جرام بمية جنيه تم يزيتها خمسين جنيه اللي تصبح مية وخمسين جنيه بينما الاستهلاك التجاري أو البيع التجاري كان بيتم هي اللي زادت مية في المية بمعنى كان بيتم بيعها للأنشطة التجارية بمئتين جنيه ثم أصبحت بعد الزيادة الجديدة تلتمية جنيه طبعا القرار تضمن فيه عنصرين أو بندين اللي هو زيادة سعر طن الغاز الصب لإتناشر ألف جنيه بينما رفعت وزارة البترول سعر طن المازوت المورط لمحطات الكهرباء فقط يعني الأنشطة الصناعية بتحاسب بسعر الطن كما هو ألفين ونص بينما البترول هتحاسب قضاع الكهرباء بدل من ألفين ونص هيبقى ستة لف ونص وده طبعا زيادة كبيرة جدا بتواكب أو يعني للأسف إحنا بنستورة كميات ضخمة من المازوت أو من شحنات المازوت تمكن خلال الأشهر الماضية تحديدا في ظل التناقص الطبيعي والتدريجي للغاز الطبيعي ولكن الدولة المصرية بتحاول أنه هي تتصدى لذلك أو تاخد إجراءات احترازية لضمان استمرار يعني توافر شحنات الغاز الطبيعي أو المازوت للحفاظ على أكبر قدر من انتظام واستقرار الشبكة الكهربائية أنا يعني هتكلم معكم بالتفاصيل أكتر كانت استواءها في المسلسل التدريجي لما شهدته أو لما شهده سعر استوانة البتجاز منذ 2013 حتى الآن تعتبر هي الزيادة السابعة في تاريخ استوانة البتجاز يعني كانت المفترض سجلت أول زيادة كان في 2012 كانت سجلت سعر الاستوانة خمس جنيهات ارتفعت خلال 2013 من خمس جنيه لتسجل خمس جنيهات يعني كان الارتفاع هنا بنتكلم في 60% ثم جاءت الزيادة اللي بعدها كانت في 2016 كانت من 8 إلى 15 جنيه بزيادة بلغت يعني قاربت على الخمسة وتمين أو التسعين في المية إلى أن أعلنت الحكومة بعدها في 2018 من بدأت تتفعت من 30 جنيه لتسجل خمسين جنيه يعني كانت النسبة بتكلم في 65% زيادة خلال عام 2024 اللي احنا بنتكلم في الزيادة اللي هي كانت سجلت 100 جنيه قال له أن الحكومة المصرية أو مجلس الوزراء أعلن مبارح نسبة الزيادة للاستهلاك المنزلي أو الاستخدام المنزلي بما يعني 50% بحيث أنه تم زيادة 50 جنيه طبعا زيادات وإن كانت ممكن تكون البعض بيشوفها أنه زيادات صعبة ولكن احنا هنتكلم بمنتهى الشفافية والوضوح من منطلق المعلومات اللي بنمتلكها احنا مش طالعين بندفع القرارات بيتم أغزها ولكن احنا النهاردة في حاجات اسمها عناصر التكلفة والإنتاج الشحنات الغاز أو طن أو آسف طن المزودة النهاردة كان بيتم بيعه في وقت من القوات بألف دولار وألفين دولار وآخر حاجة يتبكن تلات تلاف دولار أصبح النهاردة الطن بيتكلم في رقم كبير جدا جدا بيتعدى السبع تلاف دولار يعني رقم كبير جدا جدا يعني لو احنا هنضرب السبع تلاف في خمسين جنيه ونقسمهم على العشرين هيطلع تكلفة الأسطوانة بس بيتكلم في غاز بوتجاز لو هي ساعة 12.5 كيلو بيتكلم في 400 جنيه بس الغاز اللي هو موجود في الأسطوانة ما نضفناش مصاريف تعبئة ولا نائل ولا أصبح النهاردة لو هتكلم في صافي يعني التوتل بتاع تكلفة الأسطوانة اللي بعد زيتها بيتم يعني بـ 200 جنيه المفترض بتصرف على الدولة أو بتكلف الدولة ما يقرب من 600 ل700 جنيه برضو احنا ما زالت الدولة المصرية بتدعم البوتجاز وإن كنا احنا النهاردة بناخد إجراءات استباقية ممثلة في التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع وتعميم والمخابس ولكن يعني التناقص أو الطبيعة أو الأزمة التطاقة اللي احنا بنعيشها من تناقص تدريجي في الغاز الطبيعي واللي ان شاء الله نتعشم خيرا أنه الإجراءات أو اللقاءات أو التنسيق بين وزير البترول والشركاء الأجانب وأنه يعني مساهمة القيادة السياسية من خلال تقريب ويهات النظر والتعليمات المستمرة لوزارة المالية بتدبير العملة الدولارية للشركاء الأجانب يمكن تحرك المياه الراكدة ويبقى فيها عمليات استكشاف والإعلان عن اكتشافات جديدة إن شاء الله بإذن الله لحقول غاز وبترول وبرضو أضف إلى ذلك أنه هيبقى تبكي أن الفترة اللي جاية نشهد زيادة في إنتاج الزيت الخامل اللي هو بيتم تكريره في معامل التكرير اللي بيطلع منه المشتقات المختلفة من بنزين وسولار أو بيتامين وبعض الأمور بيطلع فيه بوتاجاز ولكن شغلنا الشاغل أنه دلوقتي الناس بيتكلم مدى هل فيه علاقة متصلة أو فيه ربط بين الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار صورات البوتاجاز وبين وقف تخفيف الأحمال هنا الإجابة لا طبعا لأنه البوتاجاز مش بيستخدم فيه محطات إنتاج ولا توليد الكهرباء ولكن محطات توليد وإنتاج الكهرباء بتعتمد على مصدرين المصدر الأول بيتكلم في الغاز الطبيعي والمصدر الثاني هو المزوت اللي بيستخدم فيه المحطات وتبكن الأغلبية دلوقتي بيستخدم مزوت لأنه الغاز الطبيعي زي ما احنا متفقين وحضرتكم لازم تكونوا عارفين أن احنا بنعتمد على الإنتاج بتاعنا والإنتاج بتاعنا غير كافي فبيتم الاستعانة بشحنات من الخارج بيتم يعني فيه عندنا مركب تغييز لأنه الغاز بييجي في صورة سيلة المركب بيتم تدفيعه للمركب أو إيصاله للمركب المركب يعني بتقوم بالإجراءات الفنية أو التقنية بتاعتها بتحط الغاز الطبيعي أو بتضعه في درجة حرارة تقريبا سالب 62 بعدها بيتم تدفيعه في الشبكة القومية للغازات كي يصل للمصانع ويصل لمحطات الكهرباء والمنازل طيب يعني الواضح هنا أنه أنه الحكومة المصرية في طريقها وإحنا برضو شايفين أنه يعني الجو بدأ أنه هو يشهد انقفاض تدريجي في درجات الحرارة ده كلها إحنا بنتكلم يعني اللي داينا من آآ يعني من شحنات بيعني كافي أو لتأمين احتياجاتنا لما يقرب من تلاتين ألف ميجاوات إحنا شايفين اللي السلاك بتاعنا بدأ يعني يشهد نزول تدريجي بقاله أكتر من شهر إحنا بنتكلم في تلات تلاف ميجا أو خمس تلاف ميجا دول لا أما رقم نوصل لتلاتين أو نوصل حتى آآ خمسة وعشرين ألف ميجاوات هيبقى يعني أقدر نتكلم ونحسم أنه ممكن يكون فيه إيقاف تام لخطة تخفيف الأحمال ولكن حتى اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها محدش يقدر يجزم أنه هناك آآ يعني آآ قرار رسمي من آآ الدولة المصرية أو من وجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال الكلام ده سابق لأوانه لأن يعني القرار ده قرار يخطع لي اعتبارات كتيرة منها ما هو معلن ومنها ما غير معلن ولكن آآ يعني الدولة المصرية ممثلة في وزارة البترول والسروة المعدنية بتعمل بكل ما قطيت من قوة لتوفير شحنات الغاز وشحنات الوقود احنا تعقدنا على شحنات وقود أو بالأخص ما زدت خلال الشهر يعني خلال شهر الاكتوبر المقبل بما يقرب من مئة مليون دولار دي تقريبا عملة مئة ألف طن عندنا مخزون استراتيجي لدى هيئة البترول بيبلغ مئتين ألف طن ما زدت احنا استهلاكنا اليوم من الغاز أو شحنات الغاز اللي بيتم يعني تدفعها عبر الشبكة القومية للغازات بما يقرب من مئة وخمسين آآ آسف لقطاع الكهرباء تحديدا بيتكلم في مئة وخمسين مليون متر مكعب يومي بيتم تدفعها عبر الشبكة القومية من خلال شركات الانتاج وثم تقوم شركة فياسكو إحدى شركات قضاع البترول بيتم تدفعها عبر الشبكة القومية اللي مملوكة لها ولكن قبل ما اختم مع حضراتكم آآ يعني الزيادة آآ في أسعار استوانات البتجاز سواء المنزلي أو التجاري آآ الزيادة ممكن تكون مرتفعة بعض الشيء وإحنا أنا شفت يعني ورصدنا يعني يعني كلام كتير من الناس وردود أفعال آآ ولكن آآ احنا كلنا في الفترة دي آآ أما نلاقي رئيس مجلس الوزراء النهاردة طالعوا بيكلم ويعني يقول في تصريحات رسمية أنه يعني المنتجات البترولية اللي تم استرادها أو شحنات الوقود بلغت خلال الثمن شهور يعني خلال أول ثمن شهور في الفين أربعة وعشرين أو بلغت ثمانية أو ثلاثة من عشر مليار دولار مقارنة آسف كان تسعة وثلاثة من عشر دولار خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المناظرة كانت ثمانية مليار فده أمر طبيعي أمر يعني يستوجب أن احنا لازم يبقى فيه نمط لترشيد الاستهلاك ويعني التكاتف مع الدولة المصرية لمواجهة بعض الأزمات الطارئة احنا شايفين العالم بأشهد تغيرات والخريطة السياسية وحتى الخريطة الاقتصادية كل الأمور دي بتلقي بظللها وأصبحت الدولة المصرية والشعب المصري يعني عليهم أنهم هم يتحملوا يعني يتكيفوا مع أي أوضاع مرتقبة احنا من حق الناس تنعم باستقرار وأنه تكون فيه توفر في المنتج ولكن احنا عارفين أنه الأسعار غول الأسعار يعني كلنا احنا ممثلنا مشاكل كبيرة جدا ولكن ان شاء الله بإذن الله الإجراءات والتدابير وما يتم يعني شايفين لقاءات وجولات فيه مع الأشقاء العرب مع شايفين فيه يعني اجتماعات مع شركات العالمية الكبرى اللي ضخص مرات جديدة وربما يكون ان شاء الله نقطة تحول كبيرة جدا جدا يعني تنعم بها الدولة المصرية والشعب المصري بشكرا لحضراتكم وان شاء الله هيكون فيه تغطية مستمرة ومباشرة مع حضركم شكرا جزيلا